اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد على متانة وعمق العلاقات القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وارتباطها الوثيق بالتاريخ والمصير المشترك واعتبار التماسك والوحدة بينها هو اساس قوتها وعرب سموه لدى لقائه اليوم بقصر الرفاع سعادة السيد محمد السلطان سيف السويدي سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين بمناسبة تسلم مهام عمله عربى عن شكر مملكة البحرين لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة على مواقفها الاخوية الداعمة والمساندة لمملكة البحرين والتي هي انعكاس حقيقي لما يجمع البلدين من وشائج القربة مبدئا سموه تطلعه نحو المزيد من التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين ترجمة لحرص وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى واخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ورحب سموه بالسفير الاماراتي متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهام عمله في المملكة من جانبه عبر سعادة السفير الاماراتي الجديد عن شكره وتقديره لصاحب السمو نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد على ما أبده سموه خلال اللقاء من اعتزاس بما يربط البلدين من علاقات تاريخية مميزة تشهد على الدوام ازدهارا مضطردا في شتى القطاعات مؤكدا أنه يتطلع من خلال مهمته الدبلوماسية الجديدة أن يسمى في تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين تحقيقا لتطلعاتهم المشتركة تشهد على قطاعات